موقع حصص أونلاين نضع العلم بين يديك المتغير العشوائي طبعا الدرس هذا مكتوب اسمه في الكتاب المتغير العشوائي المنفصل والتوزيع ذي الحدين المتغير العشوائي خلاص المتغير العشوائي درس المتغير العشوائي أو سؤال المتغير العشوائي اللهم صلى الله عليه وسلم محمد ركزوا معي في الدرس هذا المتغير العشوائي هاخد سؤال الأطفال الأطفال والأطفال هيكونوا إما السؤال هيكون يا إما في طفلين يا إما في ثلاث أطفال وسؤال قطعة النقد هيكون مرتين أو ثلاث مرات هنشوف الأسئلة هاي وسؤال حجر النرد اللي هو إيش مرتين طيب ماشي تعال نشوف الأسئلة دول نوع نوع سؤال أطفال سؤال قطعة النقد سؤال حجر النرد فأول سؤال عندي بحكيلي ركزوا معي الآن في الأسئلة في تجربة اختيار عشوائي العائلة لديها طفلين العائلة لديها إيش يا جماعة طفلين أو طفلان ما تفرجش مع الطفلين عدد الأطفال اتنين أول شغل لازم تعرفها في السؤال إنه عدد الأطفال اتنين عدد الأطفال إيش يا جماعة اتنين طيب وتدوين النتائج حسب الجنس وتسلسل الولادة إذا دل دلل أيوة دلل دلل على إيش شوف ليه دلل هاي دل مهمة إذا دل المتغير العشوائي السين على عدد الأطفال الذكور حلو عدد الأطفال الذكور طيب تعا نبلش الآن هاي الحل ونبلش القصة هاي طيب طبعا هون بده اكتب الفضاء العيني ما هي القيم التي قد يأخذها المتغير العشوائيسين اكتب جدول التوزيع الاحتمالي بيّن أن لام هو اقتران احتمال هاي شغلات بسيطة جدا بس كيف بدنا نبلش نحل السؤال أول شغلة دايما بدك تبلش من عندها شو عدد الأطفال طفلين شو عدد الأطفال طفلين طيب يا أستاذ عندك طفلين آه في طفلين أول شغلة هتسويها هتعمل الشجرة هتعمل مين الشجرة إيش هاي أستاذ الشجرة أيوة في عنا كم طفل حكينا طفلين يا أستاذ الطفلين الشجرة بتبلش بذرة هايها الشجرة تبلش بذرة تكرروا لي الشغلة هاي طيب الطفل الأول يا أستاذ ممكن يكون يا أمّة ولد يا أمّة يا أمّة بنت يا ولد يا بنت طفل الأول الجنس كلمة الجنس وتسلسل الولادة الجنس يعني ولد ولا بنت خلاص احنا بنحكيش ذكر وأنثة بنحكي ولد وبنت خلاص بنحكي ولد وبنت طيب يا أستاذ يبقى أول شغلة بدي يكون عندي يا ولد يا بنت هذا الطفل الأول هيك طيب الطفل الثاني يا أستاذ من وين نفرع؟ هنفرع من هون ومن هون يعني لو كان الطفل الأول ولد الطفل الثاني ممكن يكون يا ولد يا بنت برضه وزا كان الطفل الاولاني بنت الطفل التاني برضو ممكن نكون يا ولد يا ايش يا بنت هيك طفلين احنا بنحكي طفل الاول وبعدين بنفرع من كل واحد من هدول الطفل التاني اسوها كمان مرة سويها يا استاذ كمان مرة حاضر هاي يا جماعة اول شغلة ببلش فيها هدول كم طفل عندي فيه طفلين فهنبلش بالشجرة الشجرة اول اشي هيك طفل الاول دايما هيك هيك يا جماعة بس يا ولد يا بنت هذا هيك الطفل الاول احتمال يعني احتمال ان يكون الطفل الاول يا ولد يا بنت او النتائج شو النتائج ممكن تطلع عندك يا ولد يا بنت طب الطفل التاني من وين نفرع يا استاذ انتبوه للكلام اللي انا بحكيه من وين نفرع يا استاذ من هون ومن هون طيب طفل الاولاني ولد طفل التاني برضو ممكن يكون يا ولد يا بنت طفل الاولاني بنت ممكن يكون برضو يا ولد يا بنت هيك احنا فرعنا مرتين هاي الشجرة طيب شو النتائج اللي طلعت عندك ممكن يكون ولد بعدي ولد ولد وبعدي ولد ممكن يكون ولد وبعدي بنت ممكن يكون ولد وبعدي بنت هيك ولد فاصلة بنت ممكن يكون بنت وبعدي ولد ممكن يكون بنت وبعضي ولد ممكن يكون بنت وبعدها بنت وبعدها ايش بنت طبعا كل هات هدول هنحطهم داخل اقواس زي هيك طبعا وهنسكر هيك في الاول وفي الاخر وهذا اسمه هذا اسمه الفضاء العيني هذا شو اسمه يا جماعة الفضاء العيني هذا اسمه الفضاء العين يعني كتبت الفضاء العيني طيب ممتاز يا استاذ طيب نيجي لا دلة الان روح ليش لا دلة دلة المتغير العشوائسين على عدد الاطفال الذكور يبقى قوليش الشجرة بعدين الفضاء العيني بعد الفضاء العيني على طول بنروح دلة شو دلة على ايش بقول لك دلة على عدد الاطفال الذكور طيب بنروح عند اول واحد ولد ولد قديش عدد الاطفال الذكور هون استاذ ولدين يعني الذكور اتنين قديش عدد الاطفال الذكور هون استاذ ولد يعني واحد عدد الاطفال الذكور واحد طيب هون برضو ولد بنت ولد يعني واحد طب هون بنت بنت قديش الاطفال الذكور صفر فش ذكور هدول الاعداد الان اللي هما هدول اتنين واحد واحد صفر هاي يا جماعة هاي اللي احنا بنسميها قيم سين قيم قيم سين ازا قيم سين هون شو بتساوي قيم سين قيم سين تساوي يا استاذ صفر واحد اتنين شو هده يا استاذ انت رتبتهم اه طب والواحد مكتوب مرتين لا بكتوب مرة واحد هون بالترتيب بدون تكرار بالترتيب مش شرط الترتيب مش شرط بس بدون بدون تكرار بدون ما تكرر هون بدون ايش ما تكرر اعتبتهم اش صفر واحد واحد اتنين طب استاذ لو خربطت دول لو كتبت اتنين واحد صفر او واحد اتنين صفر او واحد صفر اتنين عادي. ما في مشكلة. طب ممتاز الامور وماشية لحد الان ممتازة. سهلة جدا. اذا الشجرة. ولد بنت هاي الطفل الاول. بعدين ولد بنت ولد بنت الطفل التاني. الفضاء العين. ولد ولد. يعني النتائج اللي ممكن تصير عندي. ولد ولد. ولد بنت. بنت ولد. بنت بنت. حلو. نيجي لدلة. هدا اسمه الفضاء العيني. نيجي لدلة. دلة على عدد الاطفال الذكور. قديش عدد الاطفال الذكور هون. في ولدين. يعني اتنين. هون في ولد واحد. يعني واحد. هون في ولد واحد. يعني واحد. هون في الشولاد. يعني صفر. هدول القيام. اتنين واحد واحد صفر. هدول اسمهم قيم سين. بكتبهم بالترتيب بدون تكرار. بالترتيب بدون تكرار. حلو. ممتاز يا استاذ. اذا اكتب الفضاء العيني. كتبنا الفضاء العيني ما هي القيم التي قد يأخذها المتغير العشوائسين كتبناها ودايما اذا عندك طفلين اذا عندك طفلين قيم المتغير العشوائسين صفر واحد اتنين اذا عندك طفلين قيم المتغير العشوائسين صفر واحد اتنين بمتاز اكتب جدول التوزيع الاحتمالي شو هذا جدول التوزيع الاحتمالي يا استاذ مصيد جدا ها شو فيه جماعة جدول التوزيع الاحتمالي. هذا كيف بدك تسويه استجده للتوزيع الاحتمالي? هاي بعمل جدول هيك يا جماعة شوفوا. هايو. جدول هيك. ظريف جدا. هايو. ها. شو بكتب فيه? بكتب فيه سين. هون لام. سين الاحتمال. شو قيم سين اللي عندي? صفر. واحد. اتنين. هاي قيم سين كتبتها. صفر واحد اتنين. ممتاز. تحت هون شو بكتب يا استاذ? هون على. 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 طيب شو بكتب تحت هون? قديش هدول العناصر? قديش كم واحدة? واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. عدد العناصر? اربعة. بكتب التحت على اربعة. على اربعة. على اربعة. هيك يعني. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. عدد العناصر. عدد عناصر الفضاء العيني اربعة. هاي هم. عدد عناصر الفضاء العيني اربعة. عدد عناصر الفضاء العيني تساوي تساوي اربعة. اربعة عناصر. تحت اربعة اربعة اربعة. طب استاذ ضل لعنا هون شو? روح لي عالصفر. هايو. الصفر هون طلع كام مرة? طلع يا استاذ مرة واحدة. ازان الجواب هون واحد على اربعة. حلو. روح الواحد. طلع كام مرة? مرتين. تروح الواحد تكتب اتنين. اللي اتنين طلعت كم مرة? مرة واحد. ازان واحد على ايش? واحد على واحد على اربعة. هاي واحد على اربعة وهذا طلع مرتين وهذا اطلع مرة. طيب هاي جدول التوزيع الاحتمال. هيك انا كتبت جدول التوزيع الاحتمالي. ممكن الجدول هاد. هاد اسمه جدول التوزيع الاحتمالي. فيه ممكن اكتب اشي بدون جدول. ممكن اسوي بدون جدول. ممكن يكون التوزيع الاحتمالي. التوزيع الاحتمالي. طب ايش يا استاذ? هاد اسمه جدول التوزيع الاحتمالي. طب التوزيع الاحتمالي. توزيع الاحتمالي بتكتب هيك يا جماعة الصفر بطلع معه واحد على اربع ها هيك هذا التوزيع الاحتمالي طب الواحد بطلع معه اتنين على اربع طب الاتنين بطلع معه واحد على اربع وبنسكره كده اسمه التوزيع الاحتمالي يعني الجدول فرغناه في توزيع الصفر معه واحد على اربع طبعا اتنين على اربع يا جماعة ممكن نختصرها اللي هي تصير عتنين فيها واحد عتنين فيها اتنين واحد وهو النص يعني. ممكن تكتبها بالطريقة هاي ما في مشكلة. او ممكن تكتب اتنين على اربعة. واحد ونص او اتنين على اربعة. خليكم عارفين الشكلين هدول. يبقى هذا اسم جدول التوزيع الاحتمالي? وهذا اللي تحت التوزيع الاحتمالي. طب ماشي يا استاذ. بيين ان لام هو اقتران احتمال. شو يعني بيين ان لام هو اقتران احتمال? بعمل هيك مجموعة الاحتمالات مجموعة الاحتمالات يساوي اجمع 1 على 4 زائد 2 على 4 زائد 1 على 4 يساوي كله على 4 1 زائد 2 3 زائد 1 4 على 4 يساوي 1 صحيح خلاص معناته اذا لم شوفوا يا جماعة لم اقتران احتمال لم اقتران احتمال هذا معناها فلو انا جبت لك سؤال الان هيك شوفوا لي هذا السؤال يا جماعة سؤال هيك اذا كان لام اقتران احتمال فإن مجموع الاحتمالات ماشي جماعة فإن مجموع الاحتمالات يساوي كتبت لك الاف الاف نص با واحد جيم اتنين دال واحد بالعشر ها سؤال زي هيك هاي سؤال سريع زي هذا السؤال سؤال سريع زي هذا السؤال اذا كان لم اقتران احتمال لم اقتران احتمال فإن مجموع الاحتمالات يساوي طبعا كلمة مجموع الاحتمالات هاي كلمة مجموع بتنكتب هيك يا جماعة مجموعة ها والإحتمالات اللي هي لام سين هيك مثل لام سين راء مجموع لام سين راء مجموع الإحتمالات يعني مجموع لام سين راء هيك بتنكتب مجموع الإحتمالات رموز مجموع الإحتمالات فهي لسه كتبينها يا أستاذ مجموع الإحتمالات طلع معنا واحد لام اقتران احتمال اقتران احتمال اقتران احتمال معناته مجموع الإحتمالات تساوي واحد يا أستاذ واعتغلط تاخد واحد بالعشرة او اتنين او نص لا اقتران احتمال اقتران احتمال فان مجموع الاحتمالات ممكن تكتب هيك مجموع لامسين يساوي لامسين راء مجموع لامسين راء هيك بتنكتب يا جماعة هاي معنى مجموع الاحتمالات شو بتعطينا؟ بتعطينا واحد هاي خلصنا كمان بين ان لام اقتران احتمال يعني انا كتبتلكوا اقتران 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 عائلة ده يا طفليني. اول ما تسمع كلمة طفليني بتعرف ان انت هتعمل الشجرة. طفليني. الشجرة. الشجرة كيف بتتساوي يا استاذ? هيها. ولد بنت ولد بنت ولد بنت. بعد الشجرة هذا اسمه الفضاء العيني بدا نكتبه. الفضاء العيني. الفضاء العيني. ولد ولد. تحتيها. ولد بنت. تحتيها. بنت ولد. تحتيها. بنت بنت. نيجي الالة دلة. ايش دلة? بحكي لك دلة على عدد الاطفال الذكور. قديش فيه ذكور هون? اتنين. هون. واحد. هون. واحد. هون. صفر. هدول اسمهم قيم سين. هدول يا جماعة. قيم سين. هدول. قيم. قيم سين. بتكتبهم هون. قيم سين يساوي صفر واحد اتنين. بالترتيب وبدون تكرار. عدد عناصر الفضاء العين اللي هم هدول. واحد اتنين تلات اربعة. طيب. جدول التوزيع الاحتمالي يا استاذ. بدنا جدول التوزيع الاحتمالي يا استاز. جدول التوزيع الاحتمالي. ها. تعمل جدول سين لام سين. حط قيم سين. صفر واحد اتنين. تحت عدد جميع العناصر هدول اللي هو اربعة. بتشوف الصفر طلع كم مرة? مرة واحدة بتكتب واحد. الواحد مرتين بتكتب اتنين الاتنين مرة واحد بتكتب طبعا اسمه جدول التوزيع الاحتمالي ممكن يصر التوزيع الاحتمالي يعني الجدول هذا تفرغه تفرغ لي الجدول هذا كيف افرغوه يا استاذ الجدول هذا هيو صفر واحد عربعة واحد واثنين على اربعة اتنين واحد عربعة ده اسمه التوزيع الاحتمالي مجموعة الاحتمالات جماعنا الاحتمالات طليع واحد معناته لم اقتران احتمال فانا لو جبت لك سؤال زيك اذا كان لم اقتران احتمال فان مجموعة الاحتمالات يساوي واحد. او ممكن يجبل لك ايها دائرة يعني ممكن يجبل لك ايها دائرة. او دائرة تانية. دائرة تانية في تجربة ابصر ايش? فان قيم سين. فان قيم سين. شو هي قيم سين? قيم سين يا استاذ? صفر واحد اتنين. قيم سين صفر واحد اتنين. قيم سين صفر واحد اتنين. برضو ممكن يجبل لك ايش? في هذا السؤال يحكي لك. فان قيم سين. شوف هذا السؤال برضو. يكتب لك هذا السؤال يحكي لك فإن هات كمان واحد هيك يكتب لك فإن قيم قيم سين هي ويحط لكم مثلا ألف قيم سين واحد اتنين ب صفر واحد جيم حط لك اتنين طيب دال صفر واحد اتنين طبعا الجواب الصحيح شو قيم سين يا جماعة قيم سين صفر واحد واثنين برضو ممكن نجيب لك سؤال بهاي بهاي الطريقة فإن يكتب لك هذا في تجربة اختيار عشواء لعائلة لديها طفلينة وتدوير النتائج حسب الجنس فإذا دل المتغير عشوائسين على طفال الذكور فإن قيم المتغير عشوائسين واكتب لك هدول فأنت هتخضر إيش صفر واحد اتنين انتبه صفر واحد اتنين مش واحد اتنين لا صفر واحد واحد اتنين ماشي هيك خلاص فضاء عيني يبقى أول شيء طفلين بتعمل الشجرة بعدين الفضاء العيني تيجي لدلة بعدين قيم سين جادور التوزيع الاحتمالي إذا بدك التوزيع الاحتمالي ومجموعة الاحتمالات دائما بتعطيك كام واحد معناته لام اقتران احتمال وكتبنا السؤالين هدول هذا أول سؤال اللي هو كم طفل يا جماعة طفلين رجاء هاي تكتبوها بإيديكو مرة مرتين تلات يعني هذا فهم وكمان بدك حفظ هذا ما بتتتغيرش القيم هاي القيم هاي ما بتتتغير خلاص هذا السؤال هيك طفلين هذا بينحل دايما زي هيك طفلين هذا زي هيك خلاص طيض السؤال اللي بعديه هاخد تلات أطفال بس سياريت هذا تكتبوه تزبطوه بإيديكو هايو جاهز السؤال هاد عشان أعطيكو السؤال البعد اللي هو إيش حكينا هسا منروحي يا أستاذ على تلات أطفال تلات أطفال صليتوا على النبي يا جماعة اللهم صلى على سيدنا محمد اللهم صلى على سيدنا محمد طيب يا جماعة السؤال 3 أطفال هسه خلصنا احنا من شغل الطفلين هسه صاروا 3 أطفال ها السؤال الحل هاي نفس السؤال بس 3 أطفال نفس السؤال بس 3 3 أطفال في تجربة اختيارها شوائل لعائلة لديها 3 أطفال أول ما تشوف عدد الأطفال احنا اتفقنا أول ما نشوف عدد الأطفال هنسوي شجرة هنسوي الشجرة طيب أستاذ لما يكونوا 3 أطفال كيف نسوي الشجرة هاي هاي يا جماعة هنبلش من هون الطفل الأول هيك يا ولد يا بنت هيك الطفل الأول طيب الطفل الثاني هنفرع من هون ومن هون هصور عندي يا ولد يا بنت ومن هون يا ولد يا بنت هيك الطفل الثاني يا جماعة طيب بدنا كمان تفريع يا أستاذ هنفرع من وين من هون ومن هون ومن هون ومن هون هيصير عندك هون يا ولد يا بنت يا ولد يا بنت ومن هون يا ولد يا بنت ومن هون يا ولد يا بنت ممتاز هيفرعنا يا أستاذ بعد ما نعمل الشجرة بنعمل الفضاء العيني الفضاء العيني يا عيني الفضاء العيني هون يطلعوا قديش شوفوا يا جماعة الطفل الاول يا بيكون يا ولد يا بنت يعني اتنين يعني له ممكن ناتجين يا ولد يا بنت طب الطفل التاني برضو يا ولد يا بنت طب ضرب طبعا الطفل التالت برضو يا ولد يا بنت اتنين باتنين باتنين اتنين باتنين اربعة باتنين تمانين فهيطلع عندي هون تمن نتائج تمن نتائج تمن نتائج كيف يعني تمن نتائج يا استاذ يعني هيطلع عندي هيك. واحد. اتنين. تلاتة. اربع. خمس. ستة. سبعة. تام النتائج. طب شو النتيجة الاولى? ولد. 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 حلو. النتيجة اللي بعديها. ولد. ولد. بنت. ولد. ولد. طيب. ولد. ونت. ولد. 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 بنت. بنت. ولد. بنت. خلاص خلصنا هذول. بنت. ولد. ولد. بنت ولد ولد. بنت ولد بنت. بنت ولد. بنت ولد. بنت بنت بنت. 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 هدو هيك طلعو كام? تمانية. ممتاز. هاد الفضاء العين. بتخربت? وليش بتخربت يا جماعة? سهلة. مبينة. ولد 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 بنت. ولد بنت ولد ولد بنت. بنت ولد ولد بنت ولد بنت. بنت بنت ولد بنت. اصلا ممكن اكتبو لكم هدون من غير ما اتطلع هون. هكتبو لكم ايهم بطريقة تانية. ازا عجبتكو الطريقة التانية هاي ممكن تستخدموها. شو هي الطريقة التانية يا استاذ بدون ما نتطلع على الرسمة هاي. هزا بحكلكو اياها. وازا عجبتكو ممكن تستخدموها. ها. هامحي هاي واكتبوهم بطريقة تانية. انا حكيت هطلعو تمانية. طيب ماشي استاذ. تمانية. عرفنا هاي شغل التامية. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. مش هما تمانية. اه اكسمهم من النص واحد اتنين تلاتة اربعة. اكسم من النص من هون هيك. طيب. شو اعمل بعد ما اكسم من النص. اربع ولاد ولد 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 بعدين بنت 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 شفتوا كيف يا جماعة بكتب هيك بشكل هيك طب بعدين يا استاذ يبقى اربع ولاد ولد 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 بنت 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 من النص ولدين بنتين ولدين بنتين ها اول اشي اربع ولاد اربع بنات بعدين ولدين بنتين ولدين بنتين شو بتتوقع اخر اشي اكيد يا استاذ اخر ايشي? ولد بنت. ولد بنت. ولد بنت. صح? مية بالمية. ازا عجبتكو الطريقة هاي ممكن ايش? ممكن انكو تستخدموه. سكر من هون وهسكر من هون. هاد الفضاء العيني طلعو ايش? تمانية. جسمتن النص. ولد 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 ولد. بنت 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 بنت. بعدين ولدين بنتين ولدين بنتين. ولد بنت ولد بنت. ولد بنت ولد بنت. تمام يا استاذ? هاد الفضاء العيني. قيم سين نجي لدلة. ازا دلة. اه هاي هادلة. ازا دلة. المتغير العشوائي سين على عدد الاطفال الاناث. المرة هاي بده عدد الاطفال الاناث يا استاذ. تعا نشوف. ولد ولد ولد. قديش في هون اناث. هون صفر ولا واحد. اي هون في بنت واحد. ازا واحد. هون في بنت واحد. معنى تو واحد. هون في بنتين. معنى تو هنكتب اتنين. هون في بنت واحد. معنى تو هنكتب واحد. هون في بنتين. معنى تو هنكتب بنتين. هون في بنتين برضو. معنى تو هنكتب اتنين. هون في تلاب بنات. هنكتب ايش? تلات. هدول اللي بيطلعوا هون صفر واحد اتنين تلات هدول اللي هم قيم قيم سين. فانا هكتب هون قيم سين قيم سين. ايش يا جماعة قيم سين? صفر واحد اتنين تلات. هدول هدول ايش? هدول قيم سين. تمام? بعد قيم سين جدول التوزيع الاحتمالي. جدول التوزيع الاحتمالي. كويس. جدول التوزيع الاحتمالي اللي احنا هنعمله زي هيك. صفر واحد اتنين تلات. واو كبير هذا الجدول الاستاذ. مباركة. ها. جدول التوزيع الاحتمالي يا جماعة. شو بنحط في جدول التوزيع الاحتمالي. ايه يا استاذ. محن نحط في سين. ولا مسين. شو قيم سين? صفر واحد اتنين تلات. وهذا كلياته على. على كام? على تمانية. كله على تمانية. اللهم هدول. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. طب الصفر طلع كم مرة? مرة واحدة. هكتب واحد على تمانية. الواحد طلع كم مرة? واحد اتنين تلات. تلاتة ع تمانية. طب اللي اتنين? واحد اتنين تلات. تلاتة ع تمانية. طب التلات مرة واحدة واحدة. تمانية. القيم هاي جماعة ما بتتغيرش. القيم هذا الجدول ما بتغير نهائيا. هذا الجدول ما بتغير نهائيا. يعني هذا الجدول دايما هيك. صفر واحد اتنين تلاتة على تمانية واحد تلات تلاتة واحد. يعني استاذ لو حفظته عادي احفظوا ياسيق دي. احفظوا. طب وقيم سين فهذا السؤال يا استاذ? قيم سين دايما بتطلع زي هيك. وجدول التوزيع الاحتمالي دايما بطلع زي هيك. بدون تغيير وبدون نقاش. والفضاء العيني دايما? تمانية. دايما الفضاء العيني تمانية. لما يكون السؤال تلات اطفال الفضاء العيني دايما بيطلع هيك تمانية. طب صين صفر واحد اتنين تلات. طب تحت واحد على تمانية تلات على تمانية او تحت تمانية 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 فوق. واحد تلات تلات واحد. واحد تلات تلات واحد. هيك دايما السؤال هذا يا استاذ قيمه? دايما السؤال هذا قيمه هيك. طب مجموعة الاحتمالات? لو جبنا مجموعة الاحتمالات. مجموع. خلاص مش احنا اخدنا قاعدة يا استاذ. شو مجموع الاحتمالات? بيطلع لازم واحد. اه تأكد. واحد على تمانية. زائد تلاتة على تمانية. زائد تلاتة على تمانية. زائد واحد على تمانية. لازم هيطلع تمانية على تمانية. يسوي ايش? يساوي واحد. مجموع الاحتمالات? لازم س Brew واحد لم اقتران اش اسمه? اش اسمه? اقتران احتمال. اسمه هيك. لم اقتران احتمال. ماشي يا جماعة او اكتب الفضاء العيني كتبنا. ما هي القيم التي قد ياخذها المتغيرة شوائسين? اللي هي صفر واحد اتنين 3 انتيبهوا صفر واحد اتنين تلات اكتب جدول التوزيع الى احتمالي كتبت جدول التوزيع الاهتمالي. بيّن ان الام هو اقتران احتمالي. يعني مجموع الاحتمالات تساوي واحد. مجموع الاحتمالات يساوي واحد. طيب. لو جاب لك سؤال هيك. شوفوا هذا السؤال. غريب شوية. ما احتمال ان يكون لدى العائلة بنتان او او اكتر. ها. ما احتمال ان يكون لدى العائلة بنتان او اكتر. بنتين او اكتر. بنتين او اكتر. بنتين او اكتر. ما احتمال ان يكون لدى العائلة بنتان او اكتر. طيب. خلنا نشوف وين في بنتين او اكتر. هون في الشبنات اصلا. هون بنت واحد. هاي بنت واحد. اه هاي في بنتين. هاي في بنتين. هاي بنت واحد. هاي فيه بنتين. هاي فيه بنتين. وفيه تلات بنات. يعني كم واحدة طلوها هدول? واحد اتنين تلات اربعة. ازن الجواب اربعة اربعة من تمانية. طبعا اربعة تمانية اللي هي واحد على اتنين لما نختصر على اربعة فعل واحد اربعة واحد على اتنين اللي هي ممكن تكتب ايش? نص. هذا معنى ما احتمالا ان يكون لدى العائلة بنتين او اكتر. هون فيش بنات. هون فيش بنات. هون فيش بنات. هون في بنتين. كويس. هون بنت واحدة لا. بنتين اه. بنتين اه. تلات بنات اه. بنتين او اكتر. فواحد اتنين تلات اربعة. واحد اتنين تلات اربعة. ازن الجواب اربعة على تمانية. او واحد على اتنين لو اختصرنا الاربعة يعني نص. طب ماشي يا استاذ. لو كتبت لك سؤال تاني ما احتمال ما احتمال ان يكون جميع الاطفال ذكور يعني ما احتمال اللا يكون لدى العائلة اناث ها نفس الكلام يا جماعة نفس السؤال ما احتمال ان يكون جميع الاطفال ذكور او ما احتمال اللا يكون لدى العائلة اناث يعني كلهم ذكور نفس المعنى وين كلهم ذكور اه هاي استس كلهم ذكور اه هم في بنت 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 هم تلب بنت لا اذا ايش وين كلهم ذكور هون يعني بس واحد من تمانية إذن الجواب هون رح يكون واحد إيش واحد من تمانية هذا ما احتمال أن يكون جميع الأطفال ذكور ما احتمال أن لا يكون لدى العائلة إناث يعني كلهم ذكور وهكذا يا جماعة بتشوف شو اللي بده إياه بتعد قديش وعلى تمانية الجواب دايماً عليش على تمانية ما احتمال أن يكون لدى العائلة بنتين أو أكتر شوفنا ما احتمال أن يكون جميع الأطفال ذكور هاي جميع الأطفال ذكور بس هون يعني واحد هذا سطر واحد سطر واحد سطر واحد بحكي من ضمن تماني محتمل أن لا يكون لدى العائلة إناث يعني كلهم ذكور يعني كلهم ذكور هذا السؤال نفس هذا السؤال نفس إيش نفس المعنى إذن هيك يا جماعة إحنا خلصنا سؤال الأطفال لما يكون طفلين ولما يكون إيش تلات أطفال أنا راح أنتقل الآن لسؤال قطعة النقد طبعا قطعة النقد نفس سؤال الأطفال قطعة النقد نفس سؤال الأطفال كيف يعني يا أستاذ نفس سؤال الأطفال شو جاب قطعة النقد للأطفال يا سيدي سؤال الاطفال بنحكي ايش ولد بنت سؤال قطعة النقد شو رح احكي رح احكي صورة كتابة صورة كتابة هذا الاختلاف الوحيد صلتوا عن نبي يا جماعة يبقى سؤال الاطفال سؤال الاطفال يا سيدس بنحكي ولد بنت طب سؤال قطعة النقد سؤال قطعة النقد نفس طريقة الحل ونفس الاجوبة ونفس الارقام بس اللهم بدل من نحكي ولد بنت هنحكي ايش? صورة كتابة. صورة كتابة. ماشي يا جماعة? ما الطفل. الطفل لما يجي. يا ولد يا بنت. طب لما ترمي قطعة نقط. نص ليرة ربع ليرة عشر جروس شلين. ترميها. يا بيطلع يا صورة يا كتابة. ما حدا يتزنخ تقول لي افرد اجت عالسن يا استاذ. لا يا حبيبي. احملنا شي. هاي. احنا هاي اسمها تجربة عشوائية. يعني ايش عشوائية منتظمة. يعني مش انه اه ترميلي اه اجت على هيك. افرد يا استاذ حدا خلف توقع. افرد الولد اه خلف التلات توقع. لا عملناش في القصة هي. احنا قلنا في الحالات الحالات العادية. اشي منتظم. يعني الطفل بيتولد طفل وبعدين طفل. ها طفل وبعدين طفل. والطفل بيطلع. يا ولد يا بنت. ما فيش في النص. ما انا عارب بعض الناس شو بيفكروا. يا ولد يا بنت. ولما رمي قطعة نقد. يا صورة كتابة. فيش اشي بالنص. فيش غش. واحد يجيب لي قطعة نقد على صورتين. اه. سيبنا بالقصص هي. فسؤال قطعة النقد. شو راح يختلف عن سؤال الاطفال? راح يختلف يا استاذ النفل الاطفال بنحكي ولد بنت. اما في قطعة النقد راح نحكي ايش? صورة كتابة. ونفس يا استاذ الترتيب. نفس الترتيب. شجرة. فضاء عيني. قيمسين الجدول. الشجرة. فضاء عيني. قيمسين الجدول. شجرة. فضاء عيني. قيمسين الجدول حفظناها يا استاذ. الله يا جماعة اللي بيحل الأسئلة هاي بيقضيه. بس مجرد ما تحلها تحس حلك اني تعودت عليه. والقيم اللي بتطلع معنا هاي. هاي ما بتتغيرش في الأسئلة هاي. سؤال للأطفال. طفلين او تلات اطفال. سؤال قطعة النقد. مرتين او تلات مرات. نفس القيم هي هي. نفس القيم اللي بتطلع. وبضل علينا سؤال حجار النرد. فخليونا نروح نبلش في سؤال. سؤال قطعة النقد. الله يرضى عنكو. وتصلوا عن نبي عليه الصلاة والسلام. اللهم نصل على سيدنا محمد. اللهم نصل على سيدنا محمد. سؤال قطعة النقد. ها. خليكم معي الان في سؤال قطعة النقد. وزا ما احنا حكينا سؤال قطعة النقد زي سؤال الاطفال تماما. بس ايش اللي راح يختلف الكلمة. بدل ما نحكي ولد بنات هنحكياش صورة كتاب. يلا. في تجربة القاء قطعة نقد معدنية مرتين. يبقى قطعة نقد معدنية مرتين. كم مرة يا جماعة? مرتين. مرتين اعمل شجرة. هنعمل الشجرة. يبقى مرتين هنعمل الشجرة. كويس. ازان الحل. الحل. هنبدأ بالشجرة. المرة الاولى. قطعة النقد المرة الاولى. تعطي يا اما صورة. يا اما كتابة. هيك احنا بنحكي. صاد كاف. يا صورة يا كتابة. طيب. المرة التانية يا استاذ. هنفرع من هون ومن هون. المرة التانية برضو. يا صورة. يا كتابة. يا صورة. يا كتابة. هنكتب الفضاء العيني. صورة وبعدين صورة. صورة وبعدين كتابة. صورة وكتابة. كتابة وبعدين صورة. كتابة وصورة. كتابة وكتابة. كتابة وكتابة. ازان هذا اسمه الفضاء العيني. هذا الفضاء العيني. الفضاء العيني. اللي هو بيطلع كم انصر يا استاذ? اللي هو بيطلع اربعة. اول مرة بيطلع يا صورة يا كتابة اتنين. والمرة التانية يا صورة كتابة اتنين باتنين. بيطلع اربعة. اللي هم واحد اتنين تلاتة اربعة. اللي هم عدد العناصر. هذا الفضاء العيني يا استاذ. ازا دلة. ايوة دلة. وصلنا عندي دلة. ازا دل المتغير العشوائسين على عدد مرات ظهور الكتابة. عدد مرات ظهور الكتابة. بتروحها كل واحدة في هدول. هون في عندك كم كتابة ولا واحدة. ازان هتحط صفر. هون في كم كتابة عدل اياهم واحدة. ازان هنحط واحد. هون في كم كتابة? واحدة. هنحط واحد. هون في كم كتابة? تين تين. هنحط اذا قيم. قيم سين. قيم سين هي. شو هي قيم سين يا استاذ? صفر واحد اتنين. طب ممتاز. تعال جدول التوزيع الاحتمالي. جدول التوزيع الاحتمالي. تمام تمام. جدول التوزيع الاحتمالي. اللي هو يا استاذ بيصر زي هيك. سين ولام سين. ما اش نعمل جدول كبير? ها. جدول صغير يا جماعة. ها. سين ولام سين. ونحط في صفر واحد اتنين. الصفر طلع كم مرة? مرة واحدة. من اصل كم مرة? واحد اتنين تلاتة اربعة. من اصل اربعة مرات. الواحد طلع كم مرة? مرتين. من اصل كم مرة? اربعة مرات. اتنين طلع كم مرة? مرة واحدة. من اصل كم مرة? اربعة مرات. مجموع الاحتمالات. مجموع الاحتمالات. واحد على اربعة زائد اتنين على اربعة زائد واحد على اربعة يطلع الجواب اربعة على اربعة يعني يساوي واحد صحيح. اذا لا اقتران احتمال. ومجموعة الاحتمالات لازم يطلع واحد. وهي قاعدة. تعالوا نشوف شو السؤال. اكتب الفضاء العيني. هذا هو الفضاء العيني يا جماعة. ما هي قيام سين? قيام سين صفر واحد اتنين. اكتب الجدول التوزيع الاحتمالي. هاي جدول التوزيع الاحتمالي. بيين ان الام هو اقتران احتمال. مجموعة الاحتمالات سواحد. لام اقتران احتمال. ما احتمال ظهور كتابة واحدة على الاقل. احتمال ظهور كتابة واحدة على الاقل. كتابة واحدة على الاقل. يعني يكون في كتابة على الاقل في كتابة. يعني كتابة او اكتر ماشي. هون فيش ولا كتابة منفعش. هاي كتابة على الاقل حلو هاي في كتابة. طب هون كمان كتابة كويس. طب في كتابتين احسن واحسن. ما احنا حكينا كتابة على الاقل. يعني لو اكتر من كتابة كويس. فصارت واحد اتنين تلات يبقى الجواب تلات من اصل كام? من اصل اربع. طب ما احتمل ظهور كتابتين على الاكتر. يعني بالكتير كتابتين. بالكتير كتابتين. يعني يا كتابتين يا اقل. اه هاي اقل من كتبتين. هاي. هاي اقل من كتبتين. هاي اقل من كتبتين. هاي كتبتين. حكينا كتبتين على طب كلهم يعني 4 على 4 يسوح. 4 على 4 يسوح. استاذ نعم ما فهمت هاش هاي. كتبتين على اكتر يعني كتبتين. او كتابة واحدة. او ولا كتابة. هيك معنى كتبتين. كتبتين بالكتير يا جماعة. هذا معنى كتبتين بالكتير. يا كتبتين يا كتابة واحدة يعني ولا كتابة. طب هاي كتبتين. هاي كتابة واحدة. هاي ولا كتابة. يعني كل اياتهم اربعة على اربعة يساوي واحد. هزيد لكم كمان سؤال هون? حاضر بزيد لكم كمان سؤال. ها. قلب بقى جيم دال ها واو زين. ما احتمال ظهور. ظهور ايش? كتابة. كتابة واحدة. خلاص كتابة واحدة. كتابة واحدة. ما احتمال ظهور كتابة واحدة. وين في كتابة واحدة? هيا. هون في كتابة واحدة. وهون في كتابة واحدة. هون فيش كتابات وهون كتابتين. خلاص كتابة واحدة. يعني اتنين من اربعة. ازا الجواب اتنين من اصل اربعة. اتنين على اربعة. اللي هي واحد على اتنين. لو اختصرنا على اتنين على اتنين. واحد على اتنين اللي هي ازا بدك نص. خمسة ايش? خمسة بالعشر. ماشي يا جماعة السؤال هات. تجربة القاء قطعة نقض معدنية مرتين. قطعة نقض معدنية مرتين. دير بالك لما يحكي لك قطعة نقض معدنية. قطعة نقض مرتين هي نفسها قطعتين بيحكي لك قطعتين متمائزتين مرة واحدة. نفس الكلام يا جماعة. لما نحكي قطعة مرتين هي نفسها قطعتين مرة واحدة. نفس الفكرة. قطعة مرتين هي نفسها قطعتين مرة واحدة. قطعة مرتين هي نفسها قطعتين مرة مرة واحدة. ماشي? تمام? طب يا استاذ. شو رأيك تعطينا? يبا هيا يا جماعة اللي بده يكتب اشي هاي قدامكم. موقع حصص اونلاين نضع العلم بين يديك.